مرحبا بكم مشاهدين الكرام في معايد نشرتكم الجو بذاء لتطلع عليكم من قناتكم قناة الوطنية تيفي إذا نبدأ ونشرتنا الجو بذاء بالصورة لنهار اخترناها لكم لنهار اليوم هذه الصورة الجميلة نحبكم للشاطئ الجميل من سكيكدا بضبط سرجينيا أكيد منظر طبيعي جميل يعبر عن جمال الأماكن المختلفة ببلادنا الجزائر خاصة النشواطئتنا إذن بنسبة الوضعية المرتقبة إن شاء الله لنهار اليوم مشاهدين الكرام اضطرابات جوية تبقى ناشطة أمطار تبقى ناشطة خاصتنا على الولايات الشرقية نقول أن الاستقرار الجوي إن شاء الله وبإذن الله رح يكون ابتداء من 21 جوان يعني 21 جوان تبقى الأمطار تبقى بعض إضطابات الجوية الرعود نترقبوها كذلك إذن والله أعلم بنسبة الوضعية المرتقبة لنهار اليوم كما سبق وذكرنا أمطار تبقى متمركزة على أغلبية الولايات الشرقية بالضبط على عنبا على الطارف على قسنطينا على أمنبواقين ترقبو أمطار كذلك على جيجل على بجاية على البويرة على السطيف على بثنة زهوة بعراملية تبقى كذلك مشطة إذن الحيطة والحذر لمستعمل الطرقات بالضبط على بشار على ورقلة على تيندوف على وسط الصحراء على تامنراست على إليزي وجانات سرعة الرياح تتراوح من 30 تلحق حتى 60 كم في ساعة الحيطة والحذر لأنه هذه الزوة بعراملية بطبيعة الحال تؤدي إلى ضعف الرؤية الأفقية درجة الحرار إن شاء الله مشاهدين الكرام بعد ظاهرة نهار اليوم إن شاء الله الخميس درجة حرارة تبقى مرتفعة خاصة على الولايات الغربية للوطن سجل ومقية 37 درجة من قوية على الشلف على سيدي بالعباس على سعيدة من 31 حتى 34 درجة مئاوية بعض الظاهرة على وهرن على مستغان 30 درجة مئاوية على منطقة الغزوات على تلمسان كذلك 128 حتى 22 درجة مئاوية على ولاية الهضب العليا درجة حرارة إذن مرتفعة سخانة تكون في الموعد كتلة هواء سخنة تبقى متمركزة كما لاحظوا على أغلبية الولايات الصحراوية مسجل ومقية 36 درجة مئاوية على بشار 37 درجة مئاوية على تيمدوف بنعباس تاب البالا برج الحواس درجة حرارة تبقى عزية مرتفعة خاصة بوسط الصحراء عين صالح 31 درجة حرارة 240 تلحق حتى 43 درجة مئاوية نفس المقياس على أدرار و45 درجة مئاوية تحت الظل كأعلى مقياس بأقصى الجنوب برج مختار عين زام عين أزواء وأبليس إذن الملاحة والصيد البحري البحر إن شاء الله بعد الظاهرة سيكون شباب جميل هادة على سواحل العوانة جيجل وتراوح سواحل ترياح بعض الظاهرة إذن تلحق حتى 20 10 15 كممتر في الساعة أقول يبقى مصطرب بها يجعل أغلبية السواحل الشرقية والغربية من قليل الاثتراب إلى مصطرب على سواحل سواحل الوسطى سواحل تنس مع اتجاه ترزحل السواحل الشرقية ستكون الشمالية غربية تعود ترجع بإذن لها غربية تماما على سواحل العوانة جيجل إلى الشمالية الشرقية على سواحل بنس دلس إلى الشمالية تماما وعلى هذا سواحل الغربية سواحل المرصب المرصب مشاهدنا الكرام إذن لدينا نشاهدكم الجوية نهار اليوم الخميس 15 جوان 2023 نختموها بالغروب إن شاء الله على التأمين وتم دقائق مساء أكيد مشاهدنا الكرام نقولكم لمزيد من المعلومات مع لكم غير تتواصلوا مع مواقعنا المختلفة دائما في خدمتكم بقية متابعة الشديقة أكيد مع بقية برامجنا على الوطنية تيفيب قوة الأخير ترف رحتكم